يعني خلينا نحمن نقول أكيد بيرامدز عاملين حسابه من المواجهتين المباشرتين مع النادي الأهلي ده الفيصل في تحديد لقب الدوري أو وجهة لقب الدوري هتكون في الدفاع الجوي ولا في مختار التيتش إن شاء الله أكيد هم بيحسبوا حساباتهم بيرامدز خلاص أصبح عنده ثقة في التعامل مع المباريات الصغيرة أو المباريات حتى متوسطة المستوى يعني على مستوى الاحتكاكات أو المنافسة أنا بشوف إنه بيرامدز يعني مين ممكن يكون قريب من الأهلي بيرامدز في الموسم ده في الدوري حتى الزمالك بيجديني المصري ممكن شوية المصري ممكن زد مثلا أصلا أقول ما تحقق يشتفين بصمع عشان كيف أقول لك أنا بدأت الكلامي قلت لك إن بيرامدز أصبح عنده ثقافة التعامل مع المباريات الصغيرة كان في وقت من الأوقات المباريات الصغيرة اللي احنا بتعمله مشكلة وكان بيهدر نقاط بالزبط ولكن بيرامدز واضح من ال14 فوز المتتالي اللي حققهم في بطولة الدوري إنه أصبح عنده ثقافة تجميع النقاط حتى في وقت من الأوقات ممكن ما يكونش الأداء على المستوى المطلوب ولكن أصبح عنده ثقافة إنه يقدر يطلع من المباراة بالثلاث نقاط وقدر يحدد أولوياته خاصة مع المدير الفني الكرواتي اللي تولى زمام الأمور خلفا لجيمي باتشيكو والعكس تماما يعني يمكن المدير الفني لما جاء الدوري المصري كان اسمه مجهول كان حتى البعض ما لقاش استحسان البعض حتى من داخل الوسط الرياضي ولكن هو الرجل قدر يعمل اللي ما عملوش المديرين الفنيين اللي قابلي منه اللي كان عندهم اسم كبير فبيرامدز أمام أول اختبار حقيقي لي محليا وهو الاستضام ببطل الدوري الاستضام بالنادي الأهلي اللي بيرامدز يعلم جيدا إنه هو المرشح الأوفر حظا يعني حتى أنت لما تيجي تتكلم مع بيرامدز حتى الآن يقولك لقى النادي الأهلي هو المرشح الأوفر حظا إلا لو قدرنا نعمل حاجة في المباراتين اللي أمام النادي الأهلي إذن يبقى اللعبة كلها النادي الأهلي شغال في مبارياته مركز قدر يحقق 12 فوز متتالي بيرامدز ماشي في مبارياته بيحقق 14 فوز متتالي يبقى السباق محتدم جدا لكن لما هيجي يصطدم اللي بيحقق 12 مكسب مع اللي بيحقق 14 مكسب وهم الاثنين خلاص أصبحوا وجها لوجه اللي هو بقى خلاص مرحلة الليفل الوحش الاثنين هيقابلوا بعض فاللي هيقدر على أرض الملعب يكون عنده الأفضلية في النتيجة خلينا نقول تاني الأفضلية في النتيجة لأن المباراتين دول تحديدا مطلوب منك نتيجة سواء أهلي أو بيرامدز فاللي هيقدر يبقى عنده أفضلية في النتيجة إلا هيقدر على أرض الملعب يستغل مفاتيح لعبه والإمكانيات الكبيرة اللي عنده لعبه وإحنا شوفنا مبارح فرنسا بعدما تقدمت اللي رجع أسبانيا للماتش حل فردي ابتكار من لعب صغير في السن عنده 16 سنة ما حسبش بحسابات الكرة العادية إن أنا ممكن أعمل بصل اللي جنبي أو لا هو عنده الرؤية وعنده القرار رجع فريقه للمباراة في لحظة فإذن اللي هيكون عنده الحلول الفردية ودايما أنت يعني كنا عايزين نتكلم لو في وقتها عن تصريحات مارسيلو بييلسة قال تصريحات مهمة جدا يمكن كنا احنا تكلمنا أنا وأنت وأحمد من حلقتين عن موضوع إن الكرة تراجعت وما بقاش الأداء فيها المواهب قلت ومساحة الابتكار والإبداع كمان في كرة القدم وقال إن الكرة رايحة بالشكل ده لأن هي مجرد حاجة صناعة تكتك تنفيذ تعليمات ما بقاش فيه مواهب زي الأول وهو قال حتى وإحنا قلنا بدليل إن ما بقاش فيه حتى لعب رقم 10 اللي هو كان أهم لاعب أو كان مسؤول المتع عند الجمهور وعند الأندية فلازم على أرض الملعب لعبة النادي الأهلي بقى عندها الشخصية تلعب بشخصية حامل البطل استمد ثقتك من الجمهور الكبير اللي مش هيتأخر وأنا واثق عن الحضور والمسندة على أرض الملعب مطلوب منك إنك تقدم الأداء المطلوب تستغل الفرص زي ما حصل في المباراة الأخيرة والنادي الأهلي بعد عودة وسام أبو علي وأنا بشوف إن من أهم مكاسب النادي الأهلي على المستوى الفردي اتنين عمر كمال عبد الواحد اللي كل ما بيدخله بيشارك دايما بيبقى عنده البصمة وعنده التأثير الإجابي الكبير على أرض الملعب احنا تكلمنا وعانى من وجود مهاجم عنده الشخصية دي داخل منطقة الجزاء عنده التحركات وعنده كمان الإجابية على المرمى وسام دايما يا أحمد كل اللي لعبه على الجول يعني دخلت الكرة الهدف المرمى أو ما دخلتش لكن هو دايما بيلعبها في الجول دايما بيتحرك وبيستنى الفرصة من زميل إن حد يحط له زي ما طاهر عمله لتشب في كرة طلاعي الجيش فالنشهة حلوة قوي المباراة الماضية حط المدافع في ظهر واستغل تمريرة عمر كمال عبد الواحد ولعبها بالمناسبة على المغمد وسام لو شاف عمر ردوان بإحساسه في المكان وده مكسب كبير جدا أعتقد أنه هيكون إن شاء الله ليه دور مهم كبير في مباراة الجمعة القادم مع طبعا لعبة الوسط عودة عمر السلاء عندنا الأدوات والمفاتيح اللي تمكننا من الفوز وضمان على مستوى السكواد أعتقد أنه الأهلي أكتر جاهزين على مستوى وفرة العناصر على مستوى الفورما اللي وصل لها أغلب عناصر النادي الأهلي في الثلاث خطوط الثلاث نهاردة بتكلم على إحنا قضينا نص سيزن تقريبا ربيعة وعبد المنعم مشايلين خط الدفاع لوحدهم النهاردة يرجع متولي موجود فبالتالي على مستوى الجاهزية أعتقد الأهلي